لم يجف حبر اتفاق الهدنة بين الشرعية والميليشيات في اليمن حتى حصل ما كان متوقعا الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تخرق بنود الاتفاق في هجمات جديدة في الحديدة واستقدام مسلحين فضلا عن عمليات نهب واسعة لوثائق ومعدات من مقر المؤسسة العامة للاتصالات بالحديدة ونقلها إلى صنعا من جاته طالب المبعوث الدولي لليمن مارتين جريفث الأطراف بالالتزام باتفاق السويد ميليشيات الحوثي تستبق بدء تنفيذ اتفاق السويد على الأرض في مدينة الحديدة بإشراف الأمم المتحدة بعملية نهب واسعة لمؤسسات المدينة ومرافقها الحكومية ومنشآتها التجارية لتنقل كل ما تم سلبه ونهبه إلى صنعاء التي يحتلها المتمردون الحوثيون مصادر محلية في الحديدة قالت إن ميليشيات الحوثي نهبت وثائق ومعدات من دخل مقر المؤسسة العامة للاتصالات ونقلتها على متن شاحنات إلى صنعاء وتأتي عملية النهب بعد يومين من قيام ميليشيات الحوثي بالاستيلاء على معدات ووثائق في ميناء الحديدة بالإضافة إلى مصادرة بضائع يملكها تجار ومستثمرون على الصعيد العسكري استمرت الميليشيات الحوثية في خرق وقف إطلاق النار الذي يعد أولى بنود اتفاق السويد قوات المقاومة اليمنية المشتركة أحبطت هجوما لميليشيات الحوثي في مديرية الدرويهمي جنوبي مدينة الحديدة وفقا لمصادر عسكرية فإن كتيبة الزرانيق المنضوية ضمن قوات المقاومة المشتركة نجحت في صد الهجوم الحوثي في الدرويهمي والذي أدى إلى مصرع وإصابة العشرات من المتمردين وأسر آخرين وفي مدينة الحديدة واصلت ميليشيات الحوثي القصفة بقذائف الهاون على مواقع قوات المقاومة المشتركة في شارع الخمسين وأطراف التسعين ومحيط مستشفى 22 مايو خرق الاتفاقات والالتفاف عليها أسلوب تتبعه الميليشيات الحوثية منذ سنوات طويلة فمنذ إعلان بنود اتفاق السويد الذي ينص على تولي الشرطة المحلية إدارة الملف الأمني شرع الحوثيون بمسح شعاراتهم من مركباتهم وصبغها بلون الشرطة المحلية في حيلة منهم تهدف إلى التحايل على الاتفاق وإطالة أمد احتلالهم لهذه المدينة معنا الآن من القاهرة وكيل وزارة الإعلام اليمنية فياض النومان مساء الخير أستاذ فياض مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار أمامي الآن حقيقة النص اتفاق استوكهولم حول مدينة الحديدة والموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى النص الاتفاق يقول حرفيا وفي البند رقم واحد وقف فوري لإطلاق النار في محافظة مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيث التنفيذ فور توقيع الاتفاق هل ما نشهده الآن بالفعل خرق لهذا الاتفاق من جانب الميليشيات الانقلابية يعني كان دائما للبعض يقول الأسبوع الماضي عندما تم توصل الاتفاق العبرة في التنفيذ هل نحن الآن بصدد خرقات واضحة لهذا الاتفاق طبعا هذه خرقات من قبل ميليشيات الحوثي وستستمر المبعوثة الأممي في إحاطته قبل أمس في مجلس الأمن أكد بأن الاتفاق دخل حيث التنفيذ لكن الميليشيات الانقلابية وكما هي معروفة في أسلوبيا وتعاطيها مع كل الاتفاقيات سواء الاتفاقيات التي أبرمتها مع القوى المحلية أو الاتفاقات التي تمت تحت إشراف الأمم المتحدة نلاحظ بأنها تعمل على خرقها في الميدان أو خرقها من خلال التصريحات التي تصدر عن القيادات السياسية التابعة للميليشيات الحوثية هذه لن تكون الأولى ولن تكون الأخيرة بل ستستمر الميليشيات الانقلابية من خلال استهدافها للمدنيين ونهبها لمؤسسات الدولة في الحديدة وأيضا من خلال تأويلهم الغير واضح والغير منطقي ومحاولة تزييف الاتفاق الذي تدركه الأمم المتحدة وكل الدول العالم وأيضا الشرعية والتحالف مدى أهمية هذا الاتفاق وتنفيذه ودخوله حيث التنفيذ لكن الميليشيات الانقلابية نقولها ونكررها بأنها ليست أمينة في تنفيذ أي اتفاقيات وليست شريكة حقيقية في السلام والأمم المتحدة اليوم أصبحت أمام محاك حقيقي في ردع هذه الميليشيات وخرقها لاتفاقية السويد التي ينظر لها اليمنيون وينظر لها العالم بأنها بارقة أمل في إعادة السلام إلى اليمن وتحقيق انتصار سياسي لكن الميليشيات الانقلابية التي ليس لديها قرار ومرهون إلى طهران والضحية القنوبية لبيروت ستعمل على تحقيق هدف تلك الجماعات التي تريد أن تزعزع أمن المنطقة أيضا الاتفاق الذي تم بشأن الأسرة والمختطفين والمخفين قصرا وضعت الميليشيات أيضا عراقي الحقيقية عندما وضعت أرفقت سبعة ألف أسم في الكشوفات الأسرة لدى الجيش الوطني والحقيقي أن الجيش الوطني لديه ألف وخمسمائة أسير من الميليشيات بينما البقية تحاول أن تضعها عرقلة من أجل عدم تحقيق أي خطوات لإجراء بناء الثقة وتحاول أيضا استغلال هذا الوبع لخدمة مشروعها وإعادة ترتيب صفوفها لا غير سأسألك بعد قليل أستاذ فياض عن موقف الحكومة الشرائية من هذه الخروق ولكن دعني أسألك سؤال تقني بحسب بعض الأخبار التي ترددت اليوم أنه وقف إطلاق النار من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء على الأقل هكذا صرح بعض المسؤولين أو الأفراد في وفد الميليشيات الانقلابية ولكن بحسب النص الذي قرأته عليك قبل قليل الاتفاق يقول وقف فوري لإطلاق النار التنفيذ فوري بعد توقيع هذا الاتفاق هل هناك سوء فهم لمسألة متى يبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار هو ليس سوء فهم كما قلت لكم بأن المبعوث الأممي أكد بأن الاتفاق سارئ التنفيذ من القلسة الختامية لمشاورات السويد وكانت الهدنة في إطلاق النار والتي التزمت بها قوات القيش وأيضا التحالف العربي خلال المشاورات لكن الأخبار التي تصلنا من الساحة الغربي بأن الميليشيات الانقلابية مستمرة في حفل الخنادق ومستمرة في صنع المتارس وأيضا مستمرة في استهداف المدنيين حول وقت تنفيذ إيقاف إطلاق النار سواء الأحد أو الأثنين أو الثلاثة كما تروق لها الميليشيات الانقلابية هي إلى اليوم غير مستوعبة بأن الجيش الوطني والتحالف العربي والأمم المتحدة أصبحت على دراية واضحة وعلى يقين واضح بأنه في حال استمرار الميليشيات وعدم فهمها الصحيح والدقيق لبنود الاتفاق الواضحة فإن الخيار العسكري والرد العسكري من قبل الجيش الوطني والمقاومة في الساحل الغربي وأيضا التحالف العربي سيقول كلمتونا يستمر هذه الخروقات من أجل إرضاء الميليشيات الانقلابية وإرضاء سيادهم في طهران وبيروت ذكرت قبل قليل أستاذ فياض أن الميليشيات ليست شريكة حقيقية في السلام ولكن الطرف الآخر معروف من هو وتم التوقيع على اتفاق معه هذه الميليشيات مفروضة على الحكومة الشرعية بأنها الطرف الآخر الذي سيتفاوض ويتحاور ويوقع اتفاقات معه هل تعتزم الحكومة المضيف بالعمل والالتزام ببنود هذا الاتفاق اليوم المبعوث الدولي يعني يدعو أو يناشد الطرفين بالالتزام ما هو موقف الحكومة تحديدا كيف تنظر إلى هذه الخروق طبعا الحكومة تنظر إليها بنظرة مسؤولة وتتعاطى بشكل مسؤول مع كل الاتفاقية التي وقعت لكن لن يستمر كثيرا هذا التعاطي الإيجابي مع خروقات الميليشيات الإنقلابية وقد يكون الرد قريبا وقد يكون خلال الأيام القادمة إذا استمرت الميليشيات الإنقلابية في عدم صياعها كون الاتفاق مزمن وأنه خلال 14 يوم من دخول الاتفاق حتى التنفيذ يجب عليهم الانسحاب من الموانئ الثلاثة والمرحلة الثانية انسحابهم من الحديدة وإذا استمروا في اللعب بزمن الوقت وتحديده وأيضا تأويلهم بطريقة غير مفهومة لبنود الاتفاق فإن الحكومة وبعدها الجيش الوطني والتحالف العربي سيقولوا كلمتهم وسيجعل الميليشيات الإنقلابية وعناصرهم في الحديدة تحديدا يعرفون معنى وجدية التعامل مع هذا الاتفاق كما أكبروهم في الذهاب إلى مشاورة السويد سيكبروهم على تنفيذ الاتفاق والخروج وقد يكون الخروج بالحسم العسكري وقد ينتهي هذا الاتفاق ومن ثم يتم التفاوض على العاصمة الصنعاء التي تقبع تحت السيطرة الإنقلابية أيضا البند الثالث في اتفاق الحديدة سيد فياد يقول حرفيا الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى أيضا كما ورد في التقرير هناك تعزيزات عسكرية وحشود عسكرية تستقدمها الميليشيات أيضا حتى لو تم الالتزام بوقف اطلاق النار هذا انتهاك آخر باستقدام هذه العناصر المسلحة طبعا الانتهاكات مستمرة سواء من خلال الاستقدام أو من خلال اقدام تلك الميليشيات على قطع خدمة الانترنت على مدينة الحديدة وأيضا استهدف المدنيين وكلها خروقات تسجل بشكل واضح ضد هذه العصابة الميليشيوية التي لا تؤمن بالسلام كما قلنا وتحاول من خلال أسلوبها واستنساخ تعاملها سياسيا أو عسكرية من خلال الحرس الثوري الإيراني وتعاطيها بهذه الطريقة هو مؤشر بأن الميليشيات الإنقلابية ستفشر كل الاتفاقيات التي ترعاها الأمم المتحدة والسؤال الذي يضع نفسه الأمم المتحدة الدور الذي ستقوم به بعد هذه الخروقات وبعد أن تقدمت الحكومة والتحالف بكثير من التنازلات من أجل إحقاق السلام وتحقيقه في الجانب الإنساني كلها مؤشرات بأن الأمم المتحدة ستكون هي المسؤولة بعد ذلك في وضع تلك العراقية من قبل الميليشيات أو إيجاد ضغوطات على التحالف العربي أو على الحكومة من أجل التعاطي مع تلك الميليشيات سياسيا شكرا جزيلا لك الأستاذ فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية كان معنا مباشرة من القاهرة